جرائم دون إقاب وضحايا دون بواكن ومجرم يشكل لجنة للتحقيق فيها وعالم يكتفي بالإدانة وإصدار البيانات خلال خمسة أعوام من الحرب فتحت الصواريخ والقذائف التي سقطت على الأسواق الشعبية والأماكن العامة المكتظة بالمدنيين مئات المقابر لتفتح بعدها مئات الملفات للتحقيق أغلقت المقابر وأغلقت الملفات معها لتفتح مقابر أخرى وملفات جديدة أخذت محافظة صعداء النصيب الأكبر من هذه الغارات وأخذ مواطنها الحيزة الأكبر في قائمة الضحايا نظرا لكونها منطقة حدودية مع السعودية أما حجة وصنعاء والمخى ونهم ومدن أخرى فقد أخذت الحيزة المتبقي من القائمة وفي ظل هذه الجرائم التي خلفت مئات القتلى من المدنيين وآلاف الجرحة وقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي مكتفيا بالإدانات التحالف شكل لنفسه لجنة للتحقيق في جرائمه ليكون الجلاد والقاضي ولم تكن هذه اللجنة سوى مخرج للهروب من أي مساءلة قانونية مستقبلا ميليشيا الحوث التي كانت حجة التحالف لشن هذه الغارات فتحتها الأخرى بقذائفها وصواريخها مئات المقابر للمدنيين إذ استهدفت الأسواق الشعبية والمستشفيات والأحياء السكنية فكانت أول مقبرة لضحاياها في تعز وآخر مقبرة في مأرب ومرت صواريخها على بقية المدن وبقي موقف الأمم المتحدة هو التنديد وإصدار البيانات دون خطوات جدية لوقف هذه الجرائم ترجمة نانسي قنقر